من الاخر مع محمد شبانة وصباحكم دايما زي الفل طب مننا مبارح على حمد فتحي خلاص اخر النهار الامور ظهرت بشكل جيد جدا اول مبارح كان جاله شد في العدلة الخلفية واجع يعني كمل عليها التمرين بعد كده برضو بعد التمرين قال مش قادر او حاسس بواجع راح اعمل له اشعات في منتصف الليل مبارح النتائج تلعت الحمد لله مفيش اي حاجة وده مجرد اجهاد طبعا كل الناس قلوبها وقعت لان حمد فتحي انصر مؤثر جدا في تشكيلة النادي الاهلي خصوصا في الفاينال خصوصا في اللقاء الاياب يعني ممكن ممكن نستقبل فكرة انه ملعبش للقاء الزهاب هنا في مصر لكن لقاء الاياب والكلبوش اللي بيعمله خط نص النادي الاهلي مع الديفنس والهجوم اللي احنا شفناه في مطش الترجي هناك وشفناه في مطش الرجاء هناك والكلام ده دوره مهم جدا حمد فتحي الدكتور ابو عبلة طبيب النادي الاهلي طممنا مبارح في التصريحات رسمية وقال ان كان شوية اجهاد في العدرة الخلفية النهاردة هيريح مش هيشارك في مطش سيراميكا وبكرة هيبقى الفريق اجازة لان النهاردة المباراة ساعة 9 ونص تقرس ياخدوا راحة بكرة يوم الاربع ان شاء الله يعود حمد فتحي بشكل طبيعي لتدريبات النادي الاهلي وان شاء الله يشارك في دقاء الزهاب بس لازم يكون مرتاح وسليم 100% يعني ياخد اربع خميس جمعة سبت اختبارات وشغل من الجهاز الطبي اكيد ولازم يكون 100% لان لو لقدر الله اي حاجة كده او كده هتفقده في المباراتين انت بصت لقيت صاب في المباراة بتاعة الزهاب وغاب في مباراة العودة وبالتالي لازم يكون سليم 100% لان حمد فتحي والشناوي واللعيبة المصابة اللي هي راجع من اصابات اللي لازم تكون جاهزة 100% علشان لقاء العودة نقبل في الزهاب طبعا علي لطفي حارس مرمى كبير حتى مصطفى شبير يعني يقدر يلعب مباراة الزهاب لكن العودة عايزة خبرات محمد الشناوي وعايزة خبرات حمد فتحي في نص الملعب هتقول له يعني هو عمر السلية ما عندوش الخبرات عندو اداء طبعا مرتين كمان لكن طريقة لعب عمر السلية مختلفة عن طريقة لعب حمد فتحي اللي بيمين للتقفيل الدفاعي اكتر وعندو قدرات دفاعية احسن وبالتالي وجود حمد فتحي مهم جدا وطميننا علي مبارح بعد التصريحات اللي حصلت من طبيب النادي الاهلي وكمان اطميننا على الشناوي وطميننا على علي لطفي النهاردة مصطفى شبير اللي هيحرص مرمى النادي الاهلي قدام سيراميكا الكيلو باترا انما الشناوي علي لطفي على طول حيبدأوا من بكرة التدريب مفيش عندهم اي مشاكل مبارح جيريو كده حولين الملعب من بكرة حيبدأوا التدريبات ان شاء الله ومفيش اي مشاكل عشان كده نتطمن ان الاصابات في النادي الاهلي كل حاجة بترجع كما كنت عارف انت كما كنت هم كده عارفين انتو في القوات المسلحة لما يرجو لك كما كنت مفيش هزار كل واقف تمام اللي في رقية الاهلي لازم تبقى كده قبل ماتش الوداد وجوه ماتش الوداد لازم كل واحد يقد دوره بقوة في مهمة ما فيهاش هزار مباراة الوداد هنا وهناك طبعا ما فيهاش هزار ولازم كل اللي عاب يكون في قمة المستوى الفني والبدني والزهني لهذه المباراة والخططي طبعا اللي هيحطه مستر كولر امبارح واحدة من المباريات اللي تتحط في مواصوع جانس مباراة فيوتشر ومبي في كاس مصر في دورة 16 بتسمعك كده هقولك مثلا يعني امبارح وانا بقولك هنا قبل ما اختم الحلقة ما تشغلت النهاردة فبقولك فيوتشر ومبي تقولي يا عمي هتفرج بقى هقولك تخيل فتك نص عمر ليه لانا كنت هتبقى شاهد عيان على رقم قياس غير مسبوق كرة المصرية ومسابقاتها بدأت سنة 21 كاس مصر ده عمره دلوقتي تخيل عمره كم سنة 102 سنة تخيل معمر يعني يعني الدوري من سنة 48 بدأ انما كاس مصر من سنة 21 اطول مباراة في تاريخ كرة القدم المصرية هيا دي امبارح انت بتتكلم تسعين وخمسة وعشرين عدة معايا طلع وراء وقلم ويكتب الارقام دي لانه مش عارف احسابها كده ده لو فلوس مش عارف احسابها فما بقى لك بقى لو وقت تسعين دقيقة وخمسة وعشرين دقيقة وقت ضايع يفطى بمليون جنيه الحاكم الرابع ورافع اللي يفطى كده كتب خمسة وعشرين دقيقة تقول ده تغيير ولا ايه ده تلع وقت ضايع خمسة وعشرين وتسعين مية وخمستاشر وتلاتين يبقى مية خمسة واربعين والدهاية ربعة كده ولا حاجة دربات جزاء خلص ستة خمسة دخلت في كان بقى مية وستين مية وسبعين دقيقة مباراة قعدت مية وسبعين دقيقة تصدق ليه لان يبقى في ناس عاملة مجهود كبير جدا وناس بتطور او بتحاول تطور كرة القدم المصرية او التحكيم او التنظيم او كل حاجة يعني ثم تفاجأ بحد يوم عاملك درب لك كرسي في القلوب وغلطان غلط كمان مغلطوش يعني بص حد بيحبي سواء في التحكيم او في التنظيم لكن عندنا بيحسن كرة خبطت في الحاكم نادر امر الدولة حكم المباراة فالكرة لما خبطت في الحاكم في الديئة سبعة وخمسين يمكن ولا الديئة ستة وخمسين حاجة كده خبطت فيه وارتدت للفروت بتاع فيوتشر يعني عمل وان تو مع بتاع فيوتشر حالوة كده في قانون يقول لها خلص خبطت فيه وراحت للمنافس غيرت اتجاهها للمنافس اسقاط وبتوقف المرحب الحكم لأ هالكرة داخلت جول على حظه كمان جي منها جول لعبت ايه بتجننت قالك ازاي الكرة دي تتحسب ده جاية فيك يا عم ده مش جاية في حد وانت ما شفتهاش ده جاية في جسمك يعني حتى لو ما شفتهاش بعناية احساها بجسمي ولا ايه يعني هتخيل مثلا كرة تقشت فيك هتحس هتحس بالكرة ولا مش هتحس بالكرة هتحس بيها يعني الحكم راسه وقال في سيف الكرة جول الفار استدعاه والفار لا يستدعي الا لو هو عارف ان الكرة قرار الحكم مخالف للقانون رح للفار بعد ما استدعاه في ظل غضب من لعبة امبي رح للفار بصينا لقينا الشاشة ظلامون دامس النور قاطع في الشاشة قعدنا في القصة دي قدي بقى الشاشة قاعد النور قاطع فيها ربع ساعة شاشة الفار وعلى حظه في الكرة دي تحديدا النور قاطع اللي هي كل الناس مستغرباها وبتتكلم فيها في النور قاطع فضلوا يغيروا في الشاشة الحق امسك دور نعمل ايه هت بتاع الاي تي يا ولدي ممكن قاعد على الاول لبرا يتستدعي يجيبوه طبعا بهزر يعني ربع ساعة كانت الشاشة معمولة ونورت شاف اللعبة الكرة جات فيه تمام زي الفل راجع بقى عشان ياخد القرار ويلغي الجنوة اث بي هي وشاور لنص الملعب جون اه ايه ده بتهزر اجول بتوع امبي طبعا مش مصدقين طلعوا من الملعب وانسحبوا الكاميرات مش عارفة تجيب مين ولا مين بهل تجيب بتوع امبي هما بينسح بيجيبوا رئيس نادي وقف المدرجات كده بتكلم في التليفونات مش عارف بيكلم مين بيكلم مين يعني وده بيكلم ده وده مش عاجبه وده خارج من الملعب منظر حقيقة لا يليق ابدا بينا ولا بالمجهود اللي بحصل يعني خطأ تحكيمي فادح وسازج يعني يا ريتو حاجة تيكنيكال يعني فناية قوي ومعرفش الحكم برضو يلقطها نقول ماشي خدرات تحكيمية انما ده الكورة خبطة فيكم غير اتجاهها وراحل الفريق التاني المنافس وجاد جول فالف بقانون تتلقل الكورة يعني قعدنا في القصة دي خمسة وعشر دي اه ولا حاجة كده يعني عشان كده حسب خمسة وعشر دي ويس بيجي بنالتي ليه ويجي بجول حسبه اللي فيوتشر وبعدين يجي بنالتي بعد كده لي اا امبي اا اا ما يحسبوش ما يشوفش الكورة استدعي بتاع الفار وكل استدعاء بقى وكل كورة وكل لعبة في التمنتاشر وكل حاجة الامبي تلاقي كل اللاعبة كلها راحت له الاتنين وعشرين لعيب بالاحتياطي بكله اي لعبة للحكم بعد اللي حصل ده بقى المنظر في الملعب الحقيقة يعني سايق جدا جدا فاجي البنالتي اتحسب لنادي اا امبي في الديئة كان بقى قول كده هقول يعني لو عملت المسابقة في الديئة مية وحدهاشر من المباراة يعني في الديئة واحد وعشرين من وقت الضايع ما هو حصل خمسة وعشر ديئة في الديئة تسعين جد وقعد من الديئة سبعة وخمسين عد كده خمسة وعشر ديئة ما بيلعبش وبعدين حسب الخمسة وعشر ديئة بعد التسعين فالبنالتيجي في الديئة تسعين زائد واحد وعشرين في الديئة واحد وعشرين من وقت الضايع جابها احمد كلوشا في مرمى جنش عشان يتعادل امبي ويتخش بقى الجهاز الفني ويتبع الحكم ويتطرد عبدالزاهر الساقة فيلم كده عجيب وغريب ومريب برضو ثم يلعبه وقت اضافي يستمر التعادل في ظل احداث ملتهبة في الملعب تقريبا على الساعة 3 الصبح اللي كانت صايم النهاردة ولا حاجة كان ناوي الصيام ولا حاجة ربما يعني حد يكون صايم كانت صحر الراجل بعد كده لعب دربات جزاء خلصت ستة خمسة لصالح امبي عشان يتآهل ويخرج فيوتشر من دور الستاشر مشهد عابة فيه من قرار خاطئ للحكم وخاطئ بسازاجة وعندنا خد بالك رئيس لجنة حكام اجنابي الحقيقة برتغيلي وعندنا ربطة بتحاول تنظم بقدر الامكان وتعلن عن شغل وتعلن عن بس ده بينظمها اتحاد الكورة عشان برضو مظلمش الرابطة كاس مصر ده بينظمها اتحاد الكورة وعندنا محاولات وشغل لكن في الاخر عارف انت اللي يجي على تعمل اكلة حالة يوم جاي حد جابل مثلا مش ملح بقى تراب نادر امل امر الدولة الحقيقة خطأ فادح الفار خطأ فادح ان يتطفي كده ربع ساعة مش شغال سلوك اللاعبين وشكل عام المشهد امبارح كان سيء وبايخ جدا 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 ادي يا سيد القصة دي اطلع لكم بعد كده بقى على محكمة القضاء الاداري امبارح الاهلي راح المحكمة عشان كان معادة 28 خمسة اللي هتفصل في الحكم بتاع الدعوة اللي رفحها النادي الاهلي بعدم شرعية لجنة الاندباط في تشكيلها عارفين القصة دي والاهلي اعلن من كم يوم التنازل عن هذه الخصومة فراح قدم التنازل عن الخصومة امبارح 28 خمسة احنا توقعنا ان القاضي تنازل على الخصومة تمام والقاضية خلصت والمضوع خلص وهيحكم ان ايه ان حصل تصالح وخلاص واسب السيد المستشار رئيس المحكمة يؤجل القضايا ليوم 25 يونيو يعني بعد تقريبا شهر اللي كان يوم من النهاردة او من امبارح يعني فتقعد لخمسة وعشرين يونيو لجنة التظلمات المستشار عادل الشرباجي مش عارف يعمل ايه يفضل معلق القضايا بتاعت كهربا فاكرين انه كهربا كان واخد 12 مباراة ايقافوا مليون جنيه والقالية واخد بـ 2000 جنيه غرامة على الجمهور بتاعه رئيس الزمالك السابق كان واخد 300 ألف جنيه غرامة وايقاف عن دخول المباراة 3 شهور فكل الاحداث دي لما التظلمات اتقدمت بعد ما الانضباط اعلنت والقصة اللي احنا فاكرينها علقوا اللجنة التظلمات كل الكلام ده لحين الفصل في القضايا بعد ما رفع حنادي القالي القالي راجع قال لا خلاص عام انا متنازل على الخصوم لا فيش مشكلة ليه عام قال لجا انش لقلت شغل حاجات قانون كده لقلت مساقسق فيها لقلت ما الوقت يلعب ماتش السوبر ولعب وجاب البنالت اللي شاطه علي معلول وتمامه اللي قال يكسب السوبر والامور تمامه والفترة الجاية دي حنرايح كل اللعيبة دي بعد فاينال افراقيا ما تيجي تفكر فيها يعني القالي بيفكر زي وكل واحد وشطرته في القانون بها الوقت بقى الوسط الرياضي كده كل واحد وشطرته في ايه في القانون فقال لك خلاص الموضوع خلص والفاينال بتاع افراقيا لحد الجاي واللي بعديه رايح الجاي قدام الوداد واللي قال دي كلها هتاخد ايه اللعيبة كلها هتاخد اجازات بعد كده يعني فيها عام يتوب ستة ماتشات تمن ماتشات مش مشكلة عادي يعني ما عندناش مشاكل عندنا محمد شريف وعندنا شدي حسين وعندنا الناس اللي تلعب في الحتة دي القاضي فاجئنا يوم خمسة وعشرين يوني فهو حتضطر لجنة التزلمات ان هي تفضل مع اللقى العقوبة اليوم خمسة وعشرين ستة طب ليه فاندم هو لقى لتنازل قالك لا ما هو من حق رئيس المحكمة ولو بنسبة حد في المية هو ورؤيته هو حر ورؤيته القانونية ورأيه في القضية ممكن يحكم فلا مساس ولا فتح للموضوع فالتظلمات الا بعد يوم خمسة وعشرين ستة اللي هو هينتظر تقبل التناثل على الخصوم والقضية تخلص خلاص يبتدي وقتا يوم ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين زي ما يكون يحكم ويفصل ده الآل يوم خمسة وعشرين ستة عنده ماتش مع السويس في الكاس يلعب كهرباء يوم خمسة وعشرين ستة وابلا بثلاث تياب اتنين وعشرين ستة ماتش حرس الحدود يلعب كهرباء والمتخب عنده ماتش يوم تمنتاشر ستة كده كده في المتخب هيلعب مع جنوب السودان الماتش الوددي وعندهم ماتش أصلا مع المنتخب كمان يوم 14 ستة في المغرب مع غينيا بعد الفاينال العودة ان شاء الله لا هيكسبوا الاهلي بإذن الله بإذن الله قدام الوداد يوم 14 ستة ويوم 11 ستة والزهاب هيكون يوم 4 ستة يوم الاحد المقبل